عندنا مجموعة الارقام من واحد لتسعة والمطلوب مننا ان احنا نرتبهم جوه المربع ده بحيث ان يكون مجموعة الارقام كل تلات ارقام جمع بعض مدساوي سواء افكي او رأسي او بزاوية يكون مجموعة كل تلات ارقام زي بعض لو جينا نشوف نبزة عن اللغز ده هنلاقيه هو واحد من اكتر الالغاز التاريخية المشهورة وطريقة حلو بتعرف باللوج شو تكنيك ودي طريقة صينية واللغز ده معمول عليك مية ابحاث كتير جدا ودراسات وبيستخدم علميا في تطبيقات كتيرة جدا وعن طريقة الطريقة الصينية بنقدر نحل اللغز ده في اربع خطوات بس حرفيا اول خطوة ان احنا هنرتب الارقام من واحد لتسعة بشكل مربع زي اللي قدامنا ده بعد كده هنعمل دوران للشكل ده ثم باقي خطوتين بس ان احنا نبدل كل كورنر بالتاني اللي فوق باللي ته والكورنر الشمال بالكورنر اليمين ودلوقتي بقى عندنا خلاص اللغز الحل جاهز هنضغطهم بحيث انهم يكونوا مربع وكده نقضي الارقام دي نحطها في المربع بتاعنا ودلوقتي مجموع كل تلات ارقام هو بيساوي خمستاشر وبكده احنا قدرنا نحل اللغز طبعا المربع ده بيعرف بيه الماجيك اسكوير والمربع ده مشهور جدا ومعمول عليه ابحاث وبستخدم في تطبيقات كتير دلوقتي جا دوركم وتحدي لكم انتو اللغز ده عالميا ليه تمن حلول ممكنة دلوقتي وصلنا لحل واحد بس اللي يقدر يوصل لأي حل تاني للغز ده كريت شاركوا معنا في الكومنتين